اشتركوا في القناة خلال النصف الأول من العام المقبل 2022 كما تم مناقشة جدوى الأعمال المهرجان والتشاور بشأن ما سيتضمنه المهرجان من مبادرات وأكد سعادة وزير الإعلام خلال أعمال الاجتماع أهمية مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون كملتقى خليجي يحتفي بالإبداع في مجال الإعلام ولما له من دور مهم في توحيد الرؤى الإعلامية على مستوى منطقة الخليج العربي والاحتفاء بالتميز في مجال الإذاعة والتلفزيون وتكريم الطاقات الشبابية المبدعة في هذا المجال الحيوي متمنيا للقائمين على المهرجان كل التوفيق والنجاح في إقامة النسخة الخامسة عشرة لتكون مكملة للنجاحات التي شهدتها النسخ السابقة من هذا المهرجان منذ أول انطلاقة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عام 1980 والمهرجان يسخر بالإبداع الفني والإعلامي الخليجي ويضم في كل مرة عددا من النخب والمبدعين في هذا المجال مؤسسا قاعدة احترافية ينهل منها المهتمين بالمجال الإعلامي بحثنا كل ما يتعلق بتحديد المغاعد وأفرع الجوائز والأفكار الجديدة فيما يتعلق بدعم القدرات الشابة نحن في الجهاز وأنا أعتقد أن نتشارك مع كل وسائل الإعلام الخليجية أنه استثمارنا دائما في شباب وشبات الخليج أنه هم الثروة الحقيقية لهذا المنطقة العزيزة من العالم إن شاء الله طموحنا عالي جدا فيما يتعلق بفعالياته في جوائز مستحدثة جديدة في جوائز أخرى دمجت روح الأخوة تتجسد في هذا التجمع الإعلامي الذي يعد شاهدا على التطوير المستمر والتميز اللامحدود في الأجهزة الإعلامية الخليجية طبعا وسائل الإعلام في الخليج سواء تقليدية منها أو وسائل الإعلام الجديد هي سباقة ورائدة سواء من حيث استخدام التقنيات وكذلك موضوع المحتوى المضمون واللجنة ضمنتها كمعايير في المسابقات لضلما كانت مملكة البحرين منارة إعلامية وتستضيف هذه المرة الإجتماع الثاني تجسيدا لإيمانها بأهمية الانفتاح الإعلامي والثقافي وفق مسيرة التنمية والتطوير التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه أفكار ورؤة طرحت في الاجتماع الثاني للدورة الخميسة عشر عكست ملامح الإعلام الخليجي العربي المتجدد وبكل شفافية ما أكد استمرار العمل الدؤوب في هذا المجال الذي يعتبر المرأة العالمية للدول شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر